اهلا بحضراتكم من جديد وخلينا نروح لأخبارنا لنبتديها من كرة اليد في النادي الأهلي حضراتكم عارفين ان اتخذ قرار من قبل إدارة النادي الأهلي منذ أيام بتولي الكابتن ياسر لبيب رئاسة الجهاز وعشان يبتدي شكل جهازه اللي هيخد بي الفترة اللي جاية وجاء مديرا فنية كابتن أحمد سالم الحقيقة الفرقة مركزة بشكل كبير في محاضرات فنية بشكل دوري استعدادنا لاستئناف دوري المحترفين وشغل مع لعبتنا كابتن أحمد سالم مدير الفني في المحاضرات وشغل الفيديو علشان يوضح للعبتنا نقطة الكوة والضعف الفرقة اللي هنقبلها في الدورة المجمعة التانية ان شاء الله وزي ما قلنا لحضراتكم في حالة الأحد اللي فات ان السباع الدولي بتوعنا نضم للفريق وبدأوا تدريبات مع لعبتنا وبإذن الله عندنا ثقة فيهم انهم هيقتلوا أكيد في الدورة المجمعة التانية عشان هي خلاص مباراة مصرية فرقتنا هتدخل الدورة المجمعة التانية وهي في المركز التاني برصيد 8 ونص نقطة وورا نادي الزمالك اللي عنده 10 نقاط فرقتنا هتلعب يوم 29 مع سبورتينج 30 مع الجيش 31 مارس مع الزمالك وبأكد لحضراتكم انه لذا فوزنا بالتلات مباريات نتوج ببطولة الدورة المحترفين طب هل هي صعبة خلينا نستوعبها واحدة واحدة ودي يمكن رسالة للعب عندنا مباراة سبورتينج وطلائق الجيش الحمد لله يعني أقل نسبيا قوة من الزمالك ووضع طبيعي فيها ان احنا نفوز بغض النظر عن مباراة سبورتينج تحت الكاس ولكن الكوش لها حسابات أخرى دايما الحمد لله احنا مع الفرقتين الطبيعي ان احنا نفوز مع كل الاحترام لكل الفرق طبعا عندنا مباراة الزمالك مباراة الزمالك تكسب تشيل طيب هل هي مستحيلة لأ طبعا مش مستحيل لو دفعنا دفعنا رجالة ونزلنا الملعب على قلب رجل واحد بروح قوية مهما شفنا من صعاب في الماتش هنكسب ان شاء الله وهديكم بالدليل كنا متأخرين فرق سبعة مع نادي الزمالك وطلعنا فرق هدف ونادي الزمالك اتعادل معنا يعني نقدر نقدر المباراة التانية المباراة بتاعة السوبر كل المباراة بتخلص وبتحصن في اخر ديئة معنا مع نادي الزمالك يعني نادرة لما تلاقي مباراة نادي الزمالك فرق فيها مثلا يعني احنا فنيا قريبين الدنيا مش بعيدة بس هي عايزة قتال في الملعب بالروح بالدفاع تركيز مفيش تيرن اوبر مفيش باصة غلط مفيش كرة مفيش انفراد احطه في العرضة مفيش انفراد اتحطه في رجل الحارس تركيز بكل كرة لو لعبنا كده بالروح دي بالتركيز دا يا مباراة ستين دقيقة نتوج وكل التعب وكل المطباط اللي شفناها المسلم دا هتتغسل مجرد بستين دقيقة الموضوع يجي روح قلب قلب الدفاع ادافع اه ممكن ما يجلي كورة بس ما جيش فيها جون طب اقدر ادافع او انا عندي ايدين وعندي رجلين وعندي قلب وعندي روح اقدر ادافع ليه لانه الكرة اليد والالعاب الجامعية كلها هي الدفاع هتدافع هتكسب مش هتدافع وهيتم اختراقك وكلام دا كله مفيش حراس المرمى اشتغلوا نفسكو ركزوا اسألوا الله التوفيق ان ربنا سحادة الله ووفقكم لازم يعني متأكد ان انتو طبعا يعني عايزين تكسب ونفسكو تكسب ونفسكو تفراح الجمهور بس هي مباراة ستين دقيقة ان شاء الله نكسب المباراتين الاوليين نخش على التالتة ناخد البطولة كل اللي فات ده باذنك يا رب يبقى يعني زي ما بيقولوا تمسح بقى استيكا ويبقى انت في الاخر بطل والتاريخ ان شاء الله هيفتكر البطولة مش هيفتكر اللي احنا مررنا بيه كل اللي فات ان شاء الله كل التوفيق لفريق كورتالياد بمناسبة احنا مثلا حاولنا نتواصل مع كابت ناس الليبي انا عايز وريكو بس جدية حاولنا نتواصل مع كابت ناس الليبي يكون معنا بمدخلة يكون ضفنا نتكلم نشوف اين اللي جاي رفض تمام واحترامنا ده جدا على فكرة بس كان واجبنا اعلاميا يعني كاحترافية اعلامية لازم نحاول ولازم نكلمه نشوف يمكن محتاج يقول حاجة محتاج يكون معنا يقدر يكون معنا رفض تماما قال لك انا قافل على الفرق بشكل جدير ورفعين درجات التركيز وزي قلنا حضاركم في الخبر محاضرات فنية واستعدادات وفيديوهات عشان ربنا يكرمنا يوم تسعة عشرين وثلاثين وثلاثين اللي جايين يا رب يا رب كل التوفير لفريق كرة اليد فريق مجتهد فريق لعبة عندهم اخلاص للنادي نفسهم يعملوا حاجة يا رب يتواجوا بهذه البطولة